اشتركوا في القناة وعلى إزاعة صوت الغد بأستاذي ولإعادة مشاهدة برنامج بدنا الحقيقة فيكن تحمل وتطبيق صوت بيروت انترناشنل الظاهر على أعلى الشاشة ضيفتنا الليلة إعلمية مخضرمة وعندها خبرة كبيرة بمجال الصحافة الاقتصادية اشتغلت بالإعلمين المرئي والمكتوب ولكنها تركت بصمة أكبر بالصحافة الورائية بحيث تعتبر صاحبة تجربة ناطجة الصحفية سبين عويس ابنة النهار وصاحبة الحضور المميز أهلا وسهلا فيك معنا الليلة ومنك بدنا الحقيقة مدام سبين أهلا وسهلا فيك مرتين وطبعا مثل عادة رح نبدأ معك بالفقرة الأولى يلي هي أول دخوله بأول دخوله بدنا نحكي عن وضع المصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي هل يلي عم يحصل اليوم شي طبيعي؟ ما في شي من اللي عم يحصل هلأ طبيعي مش بس على مستوى المصرف المركزي أو على مستوى السياسات النقدية والميلية البلد كله مش طبيعي الناس كلها معادة طبيعية السلطة غير طبيعية مشان هيك بتكون أكيد النتائج غير طبيعية بس موجود يعني حاكم مصرف مركزي بلبنان عم يحاكم بعدة بلدان البعض بيقولوا إنه شو هالوضع الملتبس المتهم والمدان في بلدان أخرى هو حاكم مصرف مركزي في بلد معين يلي هو لبنان صحيح صحيح بس اليوم إذا بدنا نتطلع لأنه برنامجك اسمه بدنا الحقيقة يعني لازم نكون عم نتطلع بعين مجرد موضوعية اليوم لما بيكون في عندك إنسان متهم تعرف أنت المتهم يمكن ما بيضل بريء حتى تثبت إدانته ولكن اليوم لما بيكون في شخص متهم وعليه هالأد من هذا الكم الكبير من الاتهامات والعلمات الاستفهام هي أخطر شي فيها أنه عم بتمس بثقة بشخص يفترض أن يكون هو عامل الثقة الأول بأي بلد يعني مش عم بيحكي بس بلبنان اليوم دائما حكام المصارف المركزية يجب أن يتمتعوا بثقة ثقة الناس ثقة المستثمرين المدعين كل العاملين بالمجال الاقتصادي والمصرفي والمالي اليوم لما بيكون في عندك شخص مثل الحاكم تدور حوله شبهات وعلمات استفهام أكيد بيصير هذا الوضع ملتبس أنه تبكي فايدة بعضه بموقعه وهو عليها الاتهامات اليوم إذا ما نحكي بالشكل من موقع بموضوعية منقول أنه اليوم لحد هلأ هذه الاتهامات لم تصل بعد إلى مكان في الخارج بعد تدور في إطار التحقيقات بعد القضاء يعني هذا بالمنطق اللي بيحكيه هو الحاكم لما بيطلع يقدم مرافعة دفاع عن نفسه بس مع هذا كله بس هيدا أنا اللي بدي وصلك لأله أنه طيب يمكن بعد هذه الاتهامات لم تصل إلى مكان وربما ربما يكون الرجل بريئا ممكن ما عبقول لا ولكن مجرد أن يكون هو مسؤول عن السلطة النقدية في البلد وعنده هالكم من الاستهداف واللي تحط يعني ما ما ننسى أنه الاستهداف اللي صار على رياض سلامي صار كمان بالسياسة هذا الكم من الاستهداف لشخصه أنا بعتقد أنه كان لازم يكون في قرار واضح وصريح على مستوى الدولة بشأنه يعني لما بقول قرار واضح وصريح يعني لازم كان مجلس الوزراء أن يتخذ القرار بشأنه يدرس ملفه ما ضروري روح دغري على العزل بس اليوم عندك هيك وضع استثنائي ملتبس شائك مش سليم أبدا ولا يرسي الثقة المطلوبة بالقطاع المصرفي وبالليرة وكل ما يدور بفلك هالموضوع مطلوب كان من الحكومة من مجلس الوزراء يجتمع يخصي الجلسة خاصة لدرس هذا الملف واتخاذ القرار فيه ليه بذائك لم يجتمع مجلس لما يتخذ قرار ساعته يا ببريه أو ما بيعترف أو بيدعمه بيدعمه بيقول نحن كسلطة سياسية ندعم هذا الحاكم لأنه وننتظر ربما نتائج التحقيقات والقضاء بالخارج أو بالداخل أو بيقوله هذا الرجل لم يعد يستحق سيقة الحكومة وسيقة اللبنانيين ويجب عزله ليه بذائك لم يحصل هذا الأمر لأنه مع الأسف كل ملف رياض سلامة تاخد بالسياسة وبالطريقة اللي تاخد فيه حميته لرياض سلامة لأنه أنت لما بتاخد الملف بالاستهداف السياسة وبتعمل حملة ضد حكم المصرف والمصاري شو عملت؟ مددت الأزمة ودخلت بالتجازب السياسة القائم إما لخلفيات سياسية إما الحسابات طائفية ما دخل صار داخل الحابل بالنابل يعني صار موقع المسيحي التاني بالبلد من بعد موقع رئيس الجمهورية بيجي حاكم مصرف لبنان صار يعتبر أنه هذا استهداف للموقع المسيحي بالوضع الطبيعي من استهداف للموقع المسيحي ولكن بالخلفية السياسية اللي تم التعامل فيها مع رياض سلامة تم من خلفية سياسية أولا لأنه كان مرشح محتمل لرئيسة الجمهورية مرشح طبيعي مرشح طبيعي هذا هلأ ماشي القصة مرشح من المرشحين الجديين اللي كان يحظى بيه نوع من مظلة دولية وعلاقات شبكة علاقات وعنده حيثية ما هلأ انتهت هالحيثية باللي واجهوا رياض سلامة لذلك بقلك أنه كانت الحبلة بالاستهداف السياسي خلت رياض سلامة بموقعه حصنته بموقعه ما عاد يحاكم الرجل على أساس سياسيته النقدية صار عم بيتحاكم على أساس أنه أنت لازم نشيلك هل برأيك هذا هو السبب الأساسي أو السبب الأساسي أنه كل الأركان المنظومة فايتين باللعبة ما حاكم مصر في لبنان الأركان المنظومة يعني من خلال حمايتهم لرياض سلامة عم يحموا أنفسهم كمان بس اليوم من يحمي رياض سلامة أنا بدي أسألك سؤال بدي أسألك سؤال أنت مقتنع أنه اللي عاملين حملة على رياض سلامة منهم معنيين كمان بهذه المنظومة وهن مش فريق منها ليش فيه حدب لبنان فايت على الحكم وحكم مكان داخل بهذه الشبكة الشبكة من الهندسات المالية الاستفادة يعني بديك تقولي أنه عهد الرئيس ميشيل عون وأنه رئيس ميشيل عون والتيار الوطن الحر داخلين أيضاً في هذه التركيبة أنا ما بعتقد أبداً أنه في حدا ما كان مغطى كل السياسات وهيداً اللي بيتحصن فيه رياض سلامة بيرده ليه؟ لأنه بيقولك رياض سلامة أنا اليوم كنت عم نفس سياسة الحكومة والحكومة كان دايماً فيها من 15 سنة أكتر ما بقى فيها نحكي ب15 من 2005 منذ عودة العماد عون إلى لبنان كان مشارك بالحياة السياسية كان مشارك بالسلطة بالحكومات المتعاقبة يعني اليوم أنا كتير بستغرب لما بسمع ناس بتحكي وخصوصي بالتيار الوطني الحر أنه هيدا حقب 30 سنة لا منا 30 سنة نرجع يعني لأيام الشهيد رفيق الحريرة والخلاف يعني الصراع اللي كان قائم بقى لا منا فترة 30 سنة هي فترة من 2005 لليوم لأنه بهذه الفترة يمكن قبل 2005 فيك تقول سياسات حريرية وإنما من بعد 2005 صارت سياسات حريرية وعونية وجنبلطية وبرية اللي بدك يه كله لأنه صارت الخلطة صارت الخلطة والكل مشارك والكل مسؤول عما قالت إلهي الأوضاع بلبنان لأنه الكل إما كان مستفيد أو كان غاضد النظر أو كان مستحتر بالمسؤولية المسؤولية الوطنية قبل كل شي اللي خلت الناس توصل اليوم لهذه المرحلة اللي هي فيها اليوم إذا سقط رياض سلامة برأيك من يسقط معه؟ نبيه بردي سعد الحريري والجنبلاط نجيب مئاتي مين بيسقط معه؟ بعتقد ما بقى فينا نرسم المعادلة بهذا الشكل لأنه في منهم سقطوا أراد يعني منذ ما يسقط رياض سلامة بس مين بسأل سعد الحريري؟ نحن مثلا في ناس خرج بقرار منه يعني أنه علق الحياة السياسية خرج من المشهد ولي جنبلاط معتكيف وعم بيزين بميزان الدهب مواقفه بس إذا أنت أصدق بموضوع يعني بملف المالي من يسقط مع رياض سلامة خليني أقول لك من خلال التجربة اللي شفناها بهول سنتين ونص اللي شايفوا البلد بهول السنتين ونص مش بيسقط رياض سلامة بيسقط رئيس جمهورية وبيسقط رئيس حكومة ولكن بالتركيب اللبناني العجيب اللي يعني ما حدا بيقدر يفهم شو كيف راكبة وتشابك المصالح السياسية مع المالية مع الاقتصادية خلت هالتركيبة تعيش وتكمل علما أنه برجع بقلك أنه هي هالتركيبة لأننا مشي بهالطريق وصلتنا لهون ما أخذت بالاعتبار ولكن اليوم ليش أنا بقولك ما رح يسقط رياض سلامة لأنه لو بده يسقط كين ساعة من أول يوم من أول عهد أول عهد يعني من أول يوم تمت المطالبة بإسقاطه لا ما فيني يقول من أول عهد مشيال عون لأنه مشيال عون هو اللي جدد له يعني كمان ما تكون ذكرتنا ضعيفة ونوقف بس عند الأحداث بدي أسألك تفصيل بهذا الموضوع لا برأيك بوقتها جدد له مشيال عون بالألفين وسبعة عشر بالحجج المعلنة اللي خبرونا إياها أنه لأنه هو يضمن الاستقرار النخدة وبالخبايا والخفية وبالخبايا لأنه كمان الحصة من الهندسات المالية علما أنه هذا الفريق ينفي أنه هو كمان استفاد من الهندسات المالية هندسات المالية توزعت على كل على الكل والكل استفاد منه وحتى يثبت العكس ما فينا نسقط هالسبب هيدا يعني ميشيل عون طلع له هندسات مالية ما بعرف إذا هو تحديدا ولكن اليوم لما رئيس الجمهورية يكون هو يمثل فريق وبيقول أن هو على رأس هذا الفريق لأنه أنا بقدر أفهم أنه رئيس الجمهورية لما بيوصل على رئاسة الجمهورية لازم يصير حكم بين الناس لازم يصير هو فعلا رأس الهرام وبيل كل مثل ما هو بيحب نعيط له بحب هذا اللقب بس هو بست سنين من عهده مع الأسف نحن ما حسنا أنه كان بيل كل كان بي فريق من اللبنانية ولكن مش بي كل اللبنانية يعني خلينا نشعر بمكان ما بعدد من كتير من الملفات اللي واجهناها أنه لأ عم بيكون هو فريق وليس حكم مشان هيك بهيدا الموضوع تحديدا ما حسينا أنه التعامل معه كان من موقع الحكم مثل ما شفنا المدهمات المسرحية اللي شفناها طيب أنه ويني المدهمات أنت بتحكيني عن القضاء الخارجي ريفع دعيو على رياض صليم طيب وين هو القضاء الداخلي اللبناني وين صارت التحقيقات مشان هيك ما قدت تصاد ما ضاحت حتى غادعون حتى غادعون ضاحت شخصيا يعني يا استيز وليد هلأ إذا أنت بتطلب موعد من رياض سلامة بيستقبلك بالباك بالمصرف المركز منه مخبة يعني لا منه مخبة يعني لا هلأ يمكن هلأ صار مخبة كتير لأنه مش عم بيظهر للإعلام أو شي بس أنه تتقل أنه هو منه موجود ببيته أو أنه هلأ بكتقل لي أنه ما بيعرفوا وينه يعني بس كذا ما ضاعملوا مو داهمات على البيت وما يلقوا من هيك آخر ما ضاعملوا كيف يشرب قهوة عن صاحبه أو عنده موعد يعني مش الحال لقلت لك لن يسقط ولن يسقط معه حدا لأنه لو في سقوط لهذا الهرم أو لهذا الدومينو كان لازم نشوفه قبل هلأ هلأ صرنا يعني فات الأوان على هالعمال يعني بانتظار لو تم الاتفاق على شخصية تانية وهذا اللي كان لازم يسير لو كان فعلا مستوى الاتهامات واللي متهم فيها الارتكابات المتهم فيها رياض سلامة وصلتهم لمحل أنه خلص نرفع عنه الغطاء بتفوت على مجلس وزراء بتسألني شو الحل بتفوت على مجلس وزراء بتشيله وبتغري بتعين بديل حتى تقدر تحافظ على الاستقرار النقدي على الثقة بالبلد لو صارت هيدا يمكن يمكن كنا بمكان آخر أحسن ما بعرف يمكن أسوأ ما بقى نعرف لأنه كل ما يحصل على مستوى السياسات المالية النقدي الاقتصادية في تخبط في عشوائية في استهتار في عدم مسئولية بتدلك أنه حتى إدارة تفليسة البلد إدارة أزمته عاجزين من الأكسب سوءا هون كان حكومة حسن ديب أو حكومة نجيب ميقاطي ولا شوف نحنا لكون صريحة لما طلعت تشكلت حكومة حسن ديب وبعتقد معظم الإعلام عطاها فترة سماح حتى القوى السياسية عطيتها فترة سماح أنا بتذكر يعني مواقف اللي طلعت عن قوات اللبنانية سمير جعجة عن سعد الحريري عن كل القوى السياسية أنه هتلاك تشهر لفترة سماح معطات لحسن ديب خلينا نشوف لأنه جاي بحكومة التكنوكرات أوكي خلفيتهم طبعا معينة من السياسيين وإنما خلينا نشوف هالتجربة مع الأسف مع الأسف هذه التجربة لم تنجح لأنه تبين بكل وضوح أنه هذه الحكومة اجت كمان بمهمة محددة اليوم لما هاي الحكومة بتعلن أول شي بدي بس نرجع يمكن بهيك فلاشباك سريع شو عملت أول تلك تشهر حكومة حسان ديب غير الليجين والاجتماعات عملت خطة مضبوط عملت خطة اقتصادية وكانت كتير منيحة ما كانت عاطلة نحنا متذكر أنه بوقتها كان سعر الصرف المعتمد كان 3500 ليرة نحنا اليوم 35000 ليرة كان فيه قرار بأنون للكابيتل كنترول وبوقتها كان بينفع مش متل هلأ ما بقى ينفع كان فيه قرار التخلف عن السداد الديفولت وهيدا الخطر اللي هون المرحلة المفصلية اللي ألا بتكن هيدا الخطأ القاتل اللي ارتكبته لأنه لبعض هلأ صح ليه لأنه وأنا بتذكر تمام لأني ويكبت هاي المرحلة وزير المال بحينه غازي وزني كان أخذ القرار بأنه أي تخلف عن سداد بدنا ناخده يجب أن يكون منظم وشو معناتها منظم منظم يعني نعمل مفاوضات مع الدائنين بتتفق انت وياهون وبتروح على التخلف تكون بالرضاء المتبادل وبتروح على التخلف نحن شو عملنا أعلننا التخلف وما بدنا نفاوض لحدا وشبنا جبنا شركة لازار واللي كان مفروض تكون عم بتفاوض الدائنين لهلأ صار مارئ من أدار الـ 2020 بفتكر كانوا لهلأ كل هيدا الوقت بعد ما شفنا تفاوض مع الدائنين على موضوع الدائن العام لدرجة أنه صرنا هلأ مقتنعين من بعد اللي شفناه أنه التخلف كان قرار مطلوب أنت اليوم تتخلف من من كان مطلوب تشتب مئة مليار دولار دان والحقني هلأ لنعمل إعادة بس من من كان مطلوب أنا ما بشيله من ملف النفط والغاز يعني اليوم في نظرية كتير قوية عم بينحكا فيها الكواليس الدايئة أنه أنت اليوم لو ما يبطل عندك دان تشيل مئة مئة وعشرين مليار دولار مفروض يمكن يوصل الدان لهالأد وإنت أدي عندك من سارتك النفطية تقدر بمئتين مليار هلأ ما حدا بيقدر يعرف لأنه بعد ما مفتح هذا التأدير بس أنه التقديرات الأولية أنه عندك طيب ما أنت كان راح كل سروة النفط والغاز تتسكر دان هلأ الدان عمله إعادة هايكالة مين عم بيحكي بالدان اليوروبونتز الناس حاملة حملت السندات ما بتعرف أموالها بالمصارف ما بتعرف شو مصيرها هاي شغطة الألم أخذت لبنان إلى مكان آخر كليا يعني برأيك إذن هلأ تأنهي هذا التحليل أنه حكومة حسان الدياب أسوأ تتحمل مش أسوأ لا 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 هلأ عبرت رحها مع حكومة حسان الدياب ميش بحكومة نجيب مئاتي تعرف لي لأنه أنا بحكومة حسان الدياب بتطلع يمكن معظم الأشخاص اللي إجوا وكلهم يعني إذا بتطلع بالسيفيات طبعهم كلهم وعلمين كلهم بس ما كان عندهم الخبرة وفاتوا حملوا حملوا إنه إذا شاطرين بالجامعات شو بيفيدونا هيدي كانت الحجة بوقتها اللي كنا نحنا عم ننتقد فيها إنه البلد ما بيحمل بس ناس نظريين معلمين نظريين بدك خبرة بدك بدك نضوش سياسي بدك نضوش سياسي لتتعامل مع ملفات بدك ناس مخضرمين تنستفيد من المؤدم بدك ناس مخضرمين فاليوم عملت هالحكومة اللي عملتهم طب بس لا هلأ أسوأ لا هلأ أسوأ لأنه هون في كتير أشخاص من اللي موجودين بالحكومة ما بدي قول مخضرمين كتير بس إنه يملكون من الخبرة ما يكفي بعدين ما ننسى إنه رئيس الحكومة اسمه ناجيب ميقاتي ما اسمه حسان ديب مترقس حكومتين قبل وبيظروف كتير صعبة وعنده خبرة سياسية وعنده خبرة سياسية وعنده شبكة علاقات دولية وعربية ويفترض إنه كان كل هالأمور تنوضع بتصرف وخدمة الحكومة وإذن شفنا إنه لا ما قدر يعمل أبدا شي من هون برجع بقلك سيزواليد المشكلة اللي نحنا ويعين فيها وانت بتقول بدنا الحقيقة أي حقيقة بدنا نعرف نحنا مش الحقيقة اللي عايشين نحنا عايشين بكذبة وقلنا سنين عايشين بالكذبة وبعدنا عايشين بالكذبة بسبب إنه عندك ناس عم بتعيشك الكذبة وتأنعك إنه هالكذبة هي حقيقة طالما نحنا موعين على هالكذبة وقررنا نواجه وأنا هون بشوف مسئولية من في السلطة يصارح اليوم بتسمع كتير الناس بالطريق بيقولولك إنه قلنا ثلاثة سنين هيك يا عمي لو بيقولولنا سنتين ثلاثة أربعة بنحمل معهم لأ هن عرفين بس ليش هن لأ هن عرفين هيده الخطيقة الكبرى إذا بدك أو الجريمة الكبرى يعرف ومن لا يعرف يتحمل مسئولية أخطاء ومن يعرف خلنا نتقل معك إلى مجموعة صور صورة صورة نشوف الصورة الأولى الصورة الأولى سعد الحريري برأيك سعد الحريري انتحر سياسيا أو انتحر انتحر لا أكيد انتحر يعني دفع دفع وندفع من كل الأفريقاء بالبلد من حلفاء ومن الخصوة من اللي دفعوا إلى الانتحار بس هو يعني كان إذا بدك موضوع قابل يعني أنا بعتقد أنه شو يعني موضوع قابل أنه هو قبل أنه ينتحر يعني بحب عنده نزعة انتحارية بشخصيته لا مش عنده نزعة انتحارية لا 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 أكيد بس أنه اليوم أنت إذا بتعرف حالك مستهدف ومسكر الدنيا كلها بيوجك لأنه فعلا أقفلت كل الأبواب بيوجه بس سعد الحريري ما خسر تعاطف الناس ومشاعر الناس صادقة معه وبعض الحلفاء ربما اللي ضلوا أوفية أو قادر يتعامل معه هو يمكن لأنه وصل لمرحلة من الخيبة ولأنه هو ما معود هو ما نرجع لكلمة مخضرم هو إجا ما ننسى أنه إجا على دم بي ما إجا على ظروف طبيعية وعم بيمارس السياسة بكل يعني رياحة لبين ما استوعب وبلش يصير يتخضرم إذا بدك مع الوقت جده يمكن الضربات القاضية من هون ومن هون ومن هون فهو استسلم لإله هو بأناعته يمكن أنه هو أفضل اللي عمله بس أنا بالنسبة لإله ويمكن لأنه رفقت بي وبعرف أده كان يعني شرس أكتر الرئيس رفيق الحريرة بمقاومة الكلمة يعني كل الضغوط التي يتعرض لإله اللي كان يتعرض لإله وبقلك يعني من هو مقاوم الرئيس سعد الحريرة ما كان يفتقد أبدا لمقاومات اللي كان عنده إياها هلأ بيو هلأ أكيد الظروف اختلفت الأيام اختلفت المشهد العربي والدولي اختلف كله ما منشيله من حزابنا ولكن أنا بيعتقد أنه كل مشهد رجاله كل مشهد وكل ظرف له طريقة التعاطي معه أنا حسيت أنه بمكان ما هو يمكن استسلام أو تعب أو قرر يزيح يعني برأيك برأيك الاستسلام نهائي أو موقع مش مفروض يكون إذا طول بيصير نهائي يعني كمان اليوم بلايك بالسياسة ما حدا بيطلع من السياسة من لبنان فيه يطلع 21 سنة ويرجع بس منه هين كمان الغياب بالطريقة اللي صار فيها بقرار وخصوصي أنه أنا بعتقد كان عنده فرصة يرجع بشكل كتير قوي كانت انتخابات النيابية مع الأسف حتى الانتخابات النيابية أسيء خوضة بشكل إزي كتير القاعدة المستقبلية أو القاعدة الحريرية ولكن أنا بقول لك أنه أنا كتير كنت أسمعه من ناس من أصدقاء وزملاء من محبي رئيس الحريري إن كان الابن أو البي بقول لك أنه نحن بقول لك نحن إذا بتعملنا هيك بتشوف دمنا أزرق بس كمان هيدا بدك تحافظ عليه بدك تحميه بدك تحصنه ليضل موجود لأنه كمان الاستسلام والتعب والظروف اللي عم يمرقوا فيها اللبنانية ما عم بتخلي والطبيعة السياسية بس أنا لي بقول لك أنه لأ منه نهائي لأنه بالانتخابات تتبين أنه القاعدة لا تزال موجودة المحبة عند الناس بعضها يعني الشعبية بعضها قائمة ما بده إلا أنه هو يرجع ياخد القرار يقول أنه أنا بده يرجع لليسي تتمنى أنه يكون مثله يعني ياخده قرار بتعليق العمل السياسي واحد تسميه نوع كلهم كلهم لأنه بتعرف لي مش مسموح اللي وصل لإله البلد بهالطريقة من الاستخفاف وليد يمكن في الناس بتقول أنه ما فرط البلد بسبب سياسات وتراكمات لا مش مظبوط البلد صغير اقتصاد صغير يعني أنت مع نظرية كلهم يعني كلهم مش قصة كلمة كلهم يعني كلهم يعني كمان ما نروح كتير شعبوية الشعرات والشعبوية ما هو ما داير البلد إلا الشعبوية وما وصل البلد لهون إلا الشعبوية شفناها على مستوى السلطة ومع الأسف شفناها على مستوى الناس الجديد اللي عم يجوا أنه معلي يعني هلأ الطبقة التغييرية اللي كنا كتير متأملي فيها أنا ما شايف أنه الأمانة اللي تسلمتها ب15 أيار عم تحسن استعمالها يعني ما عنديك ثقة ب13 مش ما عندي مش ما عندي ثقة ميكي مش قصة ثقة قصة إنه كمان نرجع لموضوع المخضرم والنضوج السياسي وهو كله نوان ببينه حسيتهم هوات بالسياسي بعدهم جداد بدهم وقت ليتعلموا بس نحنا ما معنا وقت نحنا لا نملك طرف لوقت لأ يجينا ناس بس نضاف وقواديم وعندهم شخص بده يخوض المعترك السياسي والشأن العام يكون مجهز يعني ما بقى نتحمل ما بقى نتحمل ناس تتعلم فينا عم يتعلموا فينا ونحنا ندفع تسلحان خليشوف صورة تانية رئيس نبيه بردي كيف طرقت رسائل نبيه بردي إلى العهد تعرف إنه كل جملة أو بين كل سطر وسطر وجه رسائلة نبيه بر بهال أكيد رسائله للعهد واضحة لأنه معروفة العلاقة ومعروفة لوين رايحين ولكن اللي أهم من كل الرسائل اللي توجه يتمكن على الساحة السياسية هي الرسالة اللي عم بيوجهها لقاعدته أنه نحنا بعد نقوم أنا هون وأنا بعد نقوي وأنا بعدني موجود وأنا صاحب اللعبة وصاحب القرار ما ننسى نحنا أنه من وقت ما بلش أي لول له صارت الكرة بملعبه بملعبه وصار هو هلأ من يدير دفة الاستحقاق الرئيسي يعني يمكن هذا الوجه الثاني للي ذكرنا قبل أنه رسائل إلى العهد هجوم وهون تأكيد قوته أنا أنا شفت الرسالة الأساسية عم قل لك الرسالة للعهد ما بتفاجئني لأنه قلنا فترة معركة مفتوحة والمعركة انتبه ما ضلت بالسياسة يعني رايحت شوي بالمستوى الشخصي ما ننسى أنه الرئيس بري ما انتخبه للرئيس عون وأنه الرئيس عون كمان ما انتخبه للرئيس بري تعرف زيارة ورد زيارة وأنه جبرا بس يسمي البلطج يسمي البلطج يعني هول كلهم عند الرئيس بري ما بينسى أداء ما بعرف على أي أساس شايف البلطج النائب جبران بسيل ولكن أنا بدي أسأل إذا الأمور اللي عم بيشوف عندنا بيهبر فيها بلطج طيب اللي عم نشوف عند غيره أو حتى بيه التيار الوطني الحر بطريقة أداء و بيمارس البلطج التيار الوطني الحر عندهم بلطج التيار ما بعرف شو بتسمي يعني ما بعرف شو يعني البلطج ما أنا كتحب بلطج المستقوى يلي بيعمل منافع بالاستقوى طبعه طيب بالاستقوى طبعه أنه بيمارس قوته ومحل ما بده شي بياخده بالقوة طيب إذا هذا هو المعنى شو عمل العهد على مدى فريق السياسي الذي يمثله رئيس الجمهورية شو عمل على مدى الست سنين يمكن ما عمل شي بس عطل ماذا تحدث تسميها بلطجة لا أعرف إذا هالكلمة هالقصد منها لذلك اليوم الكلمات الشعبوية التي من رميها شمال ويمين أنا أتمنى من كل المسؤول يزين كلمته قبل مي يعني تعتبر جبران باسيل شعبوي أنت شو بتقول أنا عم بسأ لا 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 من هو شعبوي من هو شعبوي أبدا أبدا شو هو لا شو بتعتبر نخبوي ما بعرف أوصفو ما بعرف ما بعرف أوصفو بعرف أنه شخص كتير ذكي كتير شاطر كتير شغيل كنت كتير بتمنى كل هالطاقة اللي عنده الموجودة عنده شوفها نتائج على الأرض بنفس الطاقة والقوة مخلو هايك بقول منك مقتنع أنه مخلو مخلو بس بدي أقول لك شغلة وليد على كلمة مخلو اللي هلأ عم تنقال بهالطريقة وعلى السياسات اللي شفناها من التسعينات لهلأ وأنا من الناس اللي رفقت مؤتمرات بريس 2 وبيس 3 صحيح والدعم الدولي للبنان ببريس 3 كان عم يجي الدعم للإنباء للاستثمار بسادر كان عم يجي للشركات للاستثمار يعني المقاربات تختلف وفق الظروف اللي عم يمرق فيها البلد وحاجة البلد مثل ما هي تماماً اليوم المفاوضات مع صندوق النقد صندوق النقد بنا نشوف نحنا شو رحين نطلب منه وهو وين عم بيشوف النقاط اللي لازم يساعد فيها مش إنه منجيب المصاري هيك منشحد مصاري ومنزدته وينما كان بس مع الأسف شفنا إنه نحنا هذا اللي صار هذا اللي وصلنا لهون خانشوف آخر صورة الرئيس نبيه بردي وأمين عام حزب الله حسن نصر له برأيك لوين عم ياخد الثنائي البلد أول شي ليه حطين صورة الرئيس بردي عم بتطلع هونيك وصيد حسن نصر الله بالمونتاج ما قصد كل شي إنه إنه مفترقين أو مختلفين أنا بدي أسألي أنا بدي أسألي أنا بدي أسألي أنا بدي أسألي لا لا بماذا أنت فتحت لي السؤال ما كانت تفكر أنت برأيك كل واحد بيتطلع محا لا لا لأ إلك لي لأنه أنا إذا في شي بيحترموا بهذه السنائية إنه كنت كتير بتمنى يكون عنا نفس الطريقة بالمقاربة السياسية بالسنائيات الأخرى القائمة بالبلد يعني اليوم فيه سنائية تانية بلبنان هي السنائية المسيحية يعني اليوم لما تشوف القوات اللبنانية و لما شكنا تفاعل معها بمعنى مضاب ولكن السنائية بمعنى مضاب اللي عم بتتدارب صحيح بينما هون منشوف إنه قد فيه خلافات داخلية ومنا مخفية على حدا الخلافات الداخلية بين حركة أمل وحزب الله وقديش اليوم لما نرجع لما حكيتني عن الرسائل من خطابه إنه عم بتوجه لقاعدته ليقلوا إنه حركة يشد عصب حركة أمل لأنه وصلوا لمحل إنه فيه حالة من الضعف ربما اليوم بتتطلع بتشوف إنه هنه لما منوصل للخط الأحمر السقف السوابت هاي بيسموه خلاص خلاص بس لوان أخذوا البلد هلي عم تحكي أنا ما بعتقد إنه وانا نتبه مع كل الناس اللي تعترض على سلاح حزب الله وعلى سياسة حزب الله يعني أنا بتطلع فيها من منظار يعني إذا بدك هكي بعد برجع شوية لورا وبتطلع بشوف إنه حزب الله عم بيعلم مصلحته 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 أكيد عم بيعلم مصلحته هلأ بتجي بتقلي إنه يي لا ما عم بيعلم مصلحت البلد ما علي شي بس أنا ما عم بشوف أي فريق تاني بالبلد عم بيعلم مصلحت البلد يعني اليوم لما بدي إيجي أنا أتهم حزب الله إنه هو يأتي لي يحكم قبضته على لبنان إنه القوى الأخرى ما عنده هذا الهدف إنه لو بيصر له تحكم قبضته على لبنان مش رح تعمل هيدا شي المشكلة إنه اليوم نحن نفتقد إلى الحس بالمصلحة الوطنية اللي تجمع مش عم بتفرق طبعا الصعيد الوطني كل المشهد عم نشوفه بس الصعيد الوطني يعني ما النتائج أسوأ على لبنان أسوأ على لبنان لأ أنا بعتقد إنه يمكن حزب الله أداءه باللي عم نشوفه من وقت اللي أخذ القرار بالانخراط بالدولة مش بالدول يعني بالانخراط بالدولة تبق أنت شوف كيف تطور من مجلس نواب من وقت اللي فات مش بس على الدولة هو فات على الدولة وضل دايما نسمع نفس الجملة عن كل مسؤولية حزب الله إنه نحن ما بدنا شي من الدولة كان يفوتوا عن مجلس وزراء يقبلوا بأي حقيبة بتتذكر صح بالشكل العالمي ومضرات يتخلوا عن حقيبة لمصرحة حليف سنة مظبوط مظبوط إنه نحن مترفعين عن الدولة ولكن من يوم اللي بلش يتبلور المشروع مشروع حزب الله بالمنطقة وبلبنان لا تغيري تغيري كتير المشهر يعني برقيق خطر يعني برقيق على الكيان اللبناني لأنه اليوم نحنا اللي رايحين علىه متل ما نحنا ماشيين اليوم ليش أنا بدي حمل حزب الله مسؤولي لأنه اليوم هو صاحب النفوذ يعني بالنتيجة هو من يحكم وهو الأقوى وهو من يقرر بالبلد أنا بعتقد اليوم إذا حزب الله ما رجع يعني قعد على الطاولة وقرر شو بدوا يعمل بالشركة الآخرين لأنه ما فيك تكمل هيك نحنا أكيد بهوش شهرين متل ما شايفي المشهد يعني متل ما بيرتسم قدامنا طالما بعد ما تبلور مظبوط التسوية ما تبلور معنا بعد الاتفاق النووي على حساب مين بدوا يكون نحنا رايحين على مشهد فراغ وخطورة هذا الفراغ وين تبه ها أول مرة منشهد هذا النوع نيبية صارت وصارتوا باعتراف دولة بقطع الوزر أنه بالحد الأدنى ماشي حال يعني الموقع الشيعي الأول في لبنان شرعي ومزبوط والفراغ يمس موقع الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة التي تمثل السلطة التنفيذية في لبنان يعني اليوم أنت عندك نوعين من الفراغ على مستوى فراغ فعلي وفراغ صلاحياتي طقفتين من أصل ثلاثة وفي طائفة وحدة بالنتيجة هي اللي عندها الشرعية لذلك عم بقلك أنا هاجسة وقلقي أن نكون رايحين على استكمال هذا المشهد بين الفراغ بحكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسة حتى نروح على رسم نظام سياسي جديد للبنان لازل ستكون معالمه عن جد ما حدا سنستكمل هذه الملفات السياسية بالانتقال إلى الفقرة الثانية اللي هي ملفات ساخنية بملفات ساخنية رح نشوف هلأ أربع تغريدات نسألك عن هذة في تغريدة لقلك في ثلاث تغريدات منو لقلك خلينا نشوفهم خلينا نشوف أول تغريدي لسيدي مريم بسامزة ميقاتي ميقاتي لشاء يقدمه وينتظر ردعون وعون ينتظر ماذا يحمل ميقاتي اليوم ويا حلوي اللي ريفك رف بتمشي وخلفك ماشي الصف دف وكف ورددين رددين ودف وكف وكفين ودف ورددين هل قفمت ليكت عم بتغنيها عم بسبتها على استوديو بس ما فيي غنيها خوفا على المشاهدين بس أنا عم خبر أنا صغربت لي عم بتغنيها قلت أنا شو فيقوا شو فيقوا عليا شو فيقوا عليا تاري ست مريم فيقتك عليا شو رأيك انه مزبوطة هاي مزبوطة انه ما عنده شي قدمه وناطر رد عون وعون ناطر شو بيحمله ميقاتي شو بيعني هيدا ما أنت لما بتشوف هيدا المشهد اللي عم بيتكرر كتير بتلات أربع لقاءات لرئيس الحكومة خمسة صارو صارو خمسة كمان وبعد السيد سعطر أكيد يمكن يكونوا سمتة وسبعة بتحس انه ما في رغبة حقيقية أو قرار بانه حدا يشكل الحكومة اليوم نجيب ميقاتي كرئيس مكلف عمل ويش بيته عمل تشكيله قدم تشكيله قدم تشكيله عارف انه ما رح يقبله رئيس الجمهورية أكيد لأنه يعني معروف أنه رئيس الجمهورية هو مفخخة كمان هي مفخخة معرفي لك مفخخة بس هو وين بيّن على حاله أنه هو نيتو صافية وما عنده أي أصد بالتفخيخ أنه كان كل الكلام أنه بما أنه الوقت قصير جدا لا تشكيل الحكومة مش تشكيل الحكومة لأنه تكون حكومة نافذة وقدرة تبلش بالشغل خلينا نعوم الحكومة الحالية وبما أنه الحكومة الحالية كان فيه فشل يعني تسجل على بعض الوزرات منغير الوزراء اللي أثبتوا فشلهم أو إذا عندي مشكل مع أحد الوزراء يالهي أمين سن لأنه طامح إلى رئاسة الحكومة هو مش بس طامح هو عبر عن طلوحه بشكل واضح صريح وقتل كان التكليف بعد ما صار راح راح فريق من يعني بخصوا استكشف مكاتب بالسراي بس أنه ما عمل أمين سلام من راسه ما بنحن نشوف مين كمان طب سؤال وعدوا لأمين سلام بأنه مين وعدوا لأمين سلام خلاص ننظل راجح لا ما في راجح بالسياس لا أنه كان موعود أول شيء أمين أمين سلام إجا بتقاطع بتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية ونعرف نحن أنه كان اللي عم بيهتم بالتشكيلة هو النائب جبران باسي وكان فيه تفاهم على يعني فريق العهد هو اللي لوح له برئاسة الحكومة لأمين سلام طب خلنا ننتقل إلى ما بدنا نقول تغريدي يعني عسن ما تعترضي لا لا مش قصي تاكي بس أنه ميقاتي يعاند العهد في أشهر الولاية الأخيرة هل يعكس قوته أو ضعف الرئيس عم بشوف بس تعرف بعدها زابطة زابطة من تموز هي بعده زيت الوضع بعده نفس العهد لا بل بالحكس هلأ مش بس يعاند العهد في أشهر الولاية الأخيرة هلأ باللي عم بيعملوا الرئيس ميقاتي بيرفضوا شروط رئيس الجمهورية بأنه يزيد ست وزراء دولة عم بيقلوا أنه أنا ما عندي استعداد أبدا نمدد لك عهدك بحكومة بتكون بالنتيجة لأنه ست وزراء اللي بدون يجوا بدون يكون قلوا الكلمة الفصل فيهم رئيس جمهورية بس ما بتحس ما عندي استعداد أني مدد لك عهدك بآخر بآخر شهرين هلأ ما عندنا أشهر بآخر أسابيع من الولاية بس ما بتحس أنه ميقاتي الطبعة التانية اليوم غير ميقاتي الطبعة الأولى وكأنه استشعر نهاية العهد تستقوى إذا بتجي هلأ بك ترسم صورة كل شخصية من اللي موجودين بالحكم مثل ما قلتلك بنظرية أنه اليوم الرئيس نبيه بره هو المرتاح أكتر لأنه مستمت شرعيته من انتخابات نيابية مضبوطة يعني شرعية وقاعد بمحله ومرتاح اليوم رئيس الجمهورية خلص على أسابيع نهاية الولاية بظل هذا الوضع المأساوي اللي عايش فيه اللبنانية يعني ما بتسمح حدا إلا أنه كله عم بيتطلع للمستقبل لعله يحمل شي جديد أو أمل جديد أو إنه شي طبيعي شي عندك رئيس مئاتي بالنسبة له عنده مش بس هو رئيس حكومي مستقيلة هو رئيس حكومي مكلف يعني كمان عنده هذا الجزء اليسير من الشرعية أنه هو مكلف يعني معناتها هو وضعه جيد بالنسبة له رح يضل يطلع وينزل على الأسر وفي ذات الوقت عم بيصرف أعمال وبيصرف أعمال يعني عنده ورقتين لوتو عنده ورقتين بيصرف أعمال وهو مكلف يعني بيقدر يتحرك متل ما بده وأساساً أساساً شفنا الاجتماع اللي صار عنده بالسراي صار اجتمعت الحكومي كله أنه عملياً بعضلات مين بيستقوى نجيب مئاتي اليوم بعتقد أنه عنده كم عضل داخلي وخارجي يعني اليوم علاقته بالرئيس بره منيحة بوليد جنبلاطم منيحة على المستوى السنة مع الرئيس سعد الحريري منيحة وفريق يعني السنة مرتاح منه منه مزعوج طبعه لما كمان إذا كلهم نلتقيوا على خصم واحد بصيروا كلهم صحيح تقطع مصالح وعنده كمان دعم خارجي مش عاطل وخصوص دعم فرنسا يعني إلى حد ما بعدين صار موقعوا يعني فارض حاله بالضرورة يعني ما فيك أنه اليوم الاجتهادات أنه وخصوصاً هالأزدواجية طبعاً طبعاً خلينا نشوف تيلة تغريدة تيلة تغريدة لخلف أحمد الحبتور نتابع كل فترة فصل جديد من مسرحية الصراع بين إسرائيل وحزب الله بحجة مقاومة لا يتعدى ضرارها الضجيج المزعج كأننا نتابع شركين يمثلان العداء أمام متابعين سزج فإلى متى سيستمر هذا الغزل تحت غطاء العداء وإلى متى سيتظهر العالم أنه مصدق هذه المسرحية وإن كنت مخطئاً أين البرهان شو رأيك؟ هل بتشوفي أنه قصة المؤاومة مسرحية؟ لك مش حلوة نقول قصة المؤاومة مسرحية أكيد لأنه اليوم في مقاومة العداء مع إسرائيل اليوم اليوم المقاومة استمدت احتضان الشعبي لا ما علي خلانا نرجع لتموز 2006 أخذت احتضان شعبي الناس فتحت بيوتها للي تضرروا لأنه كان في مقاومة اليوم نحن كل مقاومة ضد إسرائيل نحترمها ونجلها ونجل الأعضاء اليوم بطل في مقاومة لما بدأت تصير المقاومة إن كانت هي زيتا أو أي مقاومة أخرى تصوب سلاحة نحو الداخل ما بتعود تقدر أنت تعترف فيها كمقاومة أنا بالنسبة لي لا لازم يضل في مقاومة حتى لو كانت مثل ما بس تضل ضد إسرائيل خليها بس هو عم يسأل إلى متى سيستمر هذا الغزر أنا بيعتقد أنه اربط تخلص هذه المرحلة لأنه خلاص وصلت الملفات لنهائية ونهايتها ونهايتها اليوم أي تسوية بدأت تصير إن كان بملف الترسين ملف النفط والغاز بملف النووي راح تبين أنه وما بستغرب أبدا أنه نحن نكون رايحين على شي يشبه هذه المناطق الخضراء اللي كان اللي عملت بالعراق أنه راح نشوف شي بيشبه اليوم شو النظام الجديد اللي رايح عليه لبنان شو يعني مناطق خضراء يعني بدنا نشوف مناطق هادية وريئة ورح نظل نشوف مناطق فيها يمكن مهمتها المواجهة أو حفظ الحدود أو ما بعرف شو بكرة بليقولها يعني بتروحي إلى ما يطبخ بالكونغرس يعني ببعض أرواح تقول أنه في لبنان المفيد من مال وفي مناطق خارج الدولة اللبنانية ما الأخ قد يكون ذلك لأنه عم نسمع هذا الكلام لحد هلأ بعد ما تبل وريط يعني ملامح التسويل يعني لليوم وليد اليوم كل الحكاء أنه هلأ ع طاولة فيينا لبنان منه غايد ما اليوم لبنان ورقة تفاوضية مهمة بيقيد طهران يعني شئنا أم قبينا ما فينا نتغاضى عن هذا العامل ولكن بنفس الوقت لبنان كموقع يعني عم نشوفه بملف النازحين أيضا أنه اليوم لما بتشوف ممنوع الناس حين يرجعوا على اللاجئين السوريين يرجعوا على سوريا لا هذا مش بقرار أوروبا غربي أنه خليهم هون لما يتحولوا لبقر وهجرة غير شرائية اللي عندهم اليوم في حاجة دولية أن يبقى لبنان مستقر ومش يفرط البلد ويصير بقرة إرهاب طيب في حدا بدي يستفيد من هذا الاستقرار كيف بدي يكون شو نسبته مين رح يدفع تمن يعني هل يسلم بالكامل لحزب الله ولا لا رح يكون فيه أو بيبقى له مناطق يعني حزب الله هذا السؤال هيده بدك تتبلورها بس اللي أكيد له هلأ أنه الكلام عن نفوذ مطلق لإيران في لبنان مش صحيح والكلام عن عدم وجود كل للنفوذ كمان مش مصبوط هلأ كيف بتتير كيف بتوازن كيف بتعادل بدنا نشوف التسوية المقبلة خلنشوف آخر تغريدي يعني هعمل لك هيك حتى نكون وقعية وما نروح بالكلام الشعبوي أوكي للقاضي بيتر جرمانوس طبعا قاضي سابع يعني شعرات آخر أربعة عقود عونك جاي من الله عون راجع عون رايح عون باقي والشعب صار بكندا ما بارش بدي أقول لك عن جد مسلمة اليوم مش مسلمة بس أنه اليوم يعني أنت اخترت يمكن تغريديت معينة يمكن لأنه فيها ما بعرف أنه فيها لعب على الكلام عون رايح عون رايح عون رايح أنه العهود تأتي وتذهب والبلد بيبقى والناس بتبقى والشعب يجب أن يبقى يجب أن يبقى يعني بالنتيجة اليوم بيروح كتير بس مع طريقة مسرحيات الرحيبنة بيروح كتير وبيبقى كتير ومنكمل باللي بقيه مدري مين حتىك مسرحية لما بيصرخ لأطوان كرباج لفيروز بيقال له طلعي قط له لأ انت نزال قال له الحاكم ما بينزال قط له والشعب ما بيطلع يعني بالنتيجة اليوم ما فينا نكون هالأد يخدوك على انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي تام لتوصل أنك ترضى بكل شي رح يضل فيه نفس ونبض عند الناس أصلا شوف المشهد في لبنان بتقول فيه حالي من الانفصام بالشخصية ناس عم بتبوت وناس قادرة بعد تسهر وتظهر وتكزر متشبسة بالحياة لأنه بعد فيه نبض بالبلد طالما هيدا النبض بقي موجود بيروح بيرجع بيجي غيره بيروح غيره حيضل فيه ناس موجودة ورح يبقى لبنان رح ننتقل معي انطلاقا منهم للفقرة الأخيرة يلي هي كسر عظم وصلنا معي كلا إلى الفقرة الأخيرة كسر عظم رح نشوف ثمان جمل بتقولي صح أم غلط لاي صح ولاي غلط يلا الجمل شو ما تعني الجمل الأولى منذ بداية عهده قلب ميشيل عون القنابل بين يديه كي لا تنفجر بالبلد صح أم غلط مين أهلا هي الجملة بالأول نحن فريق الأدات لا غلط غلط يعني مضحة كتير مش قصة مضحة بس أنت عم تقولك لا تنفجر بالبلد بما البلد مفجر بأي أنابل يعني ما نجح بغير أنابل لا إذا في أنابل تانية هم مفجر أنابل بيديه يعني ما نجح بأنه منع القنابل من أن تنفجر لا أوكي تاني جملة تستطيع قوى المعارضة أن تعطي الانتخابات الرئاسية ولكنها لا تستطيع أن تأتي برئيس صح أم غلط لك هون بيحتمل الإيجابة ما تكون حاسمة بأنه صح لأنه أكيد فيها تعطي الانتخابات الرئاسية بس مش أكيد أنه ما فيها تجي برئيس لأنه أنا بدي أرجع شوي بالحسابات لورا لكن خطأ لا مش يعني ما هي مشروطة لا لا لكنها لا تستطيع أن تأتي برئيس أنت عم تقول لك أنها تستطيع فيها لا عم بقل إيه عم بقلك لكنها تستطيع أن تأتي برئيس إذا بكف الجملة أوكي إذا استرجعت أكسريتها اللي شتتتها ما هي ربحه كانت الأكثرية بييده شو ربحه منهم الوحدة هني لا كيف ربحه لا مش وحده هل قوى التغيير مع المستقلين أنت عم تحكي لحظة قوى المعارضة ما عم تحكي قوى التغيير قوى المعارضة قوى المعارضة بين الأحزاب التقليدية سنة مشتتين ما عم بقول إذا قدروا يجمعوا حالهم يعني معلبي انتخابات نيابة رئاسة المجلس كانوا قدرين يجيبوا نائب رئيس لو كانوا مجتمعين وهني عطوا الإشارة من وقته أنهم نقابلين للخرق وللتشرفت بس هل قوى التغيير واحدة لا التغيير لا التغييريون ما أنهم متفقين بس إذا اجتمعوا بيقدروا بس كمان بدك تشوف إذا بيجتمعوا لا يعطلوا انتخابات رئاسية ما كمان حتى الأقلية بالنتيجة هذه يعني صح أم غلط قلتلك مشروطة أنا برأيي أنت لأتغلط لأ مشروطة صح بس مشروطة طيالة جملة انتخاب علي حسن خليل وغازي زعيتر في لجنة الإدارة والعدل عار أخلاقي يتخطى قوى 8 أدار صح أم غلط ما يعني عار أخلاقي يعني 2 متهمين 2 متهمين 2 مطلوبين أمام العدالة بس ليش يتخطى قوى 8 أدار ليه ما هني هيدا أرار قوى 8 أدار أنه نكونوا بلجنة الإدارة والعدل يعني عار أخلاقي يعني على قوى 8 أدار وعلى قوى 14 أدار وعلى كل القوى التي ساهمت في وصول هذين نائبين إلى لجنة الإدارة والعدل خلص صح مشينا مشينا صح يلا رابع جملة لأنه المتهمين أوكي رابع جملة ينتمي حزب الله إلى حزب المتلاعبين بملاعب أشهر الأوسط صح أم غلط ينتمي حزب الله إلى حزب المتلاعبين بملاعب الشر ما هو حزب الله صار لاعب إقليمي ولاعب إقليمي قوي دونك فيك تقول إيه صح صح بس أنت كما بدك تستعملي متلاعب بدك تستعملي لاعب 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 يتلاعب لاعب يتلاعب يعني يلعب ويتلاعب بس أنه هي الكلمة اللاعب يتلاعب يتلاعب بكل شيء يعني ما عنده مشكلة جملة أخرى نبيه بردي وسعد الحريري نجيب ميقاتي وولي جمبلاط يتصدرون قائمة مهذبي الأموال إلى الخارج فيها تكون صح بس بدي أقلك فيها تكون صح أو صح أو قلبك لا مش قصة ما أنت الطريقة اللعب تكتب فيها الجملة كمان هي فيها تلاعب بالكلمات قائمة مهربي الأموال إلى الخارج بيصير تهريب أموال بتصير فيك تستعمل كلمة تهريب لما بيكون العمل غير شرعي بيصير تهريب ولكن بما أنه ما كان فيه أي قانون يحد من التحويل إلى الخارج دونك طلعوا مصرياتهم قبل القصة يعني طلعوا مصرياتهم قبلوا بعد لهلأ بعد قادرين يطلعوا مصرياتهم إذا بعد عندهم ما بقى عندهم شيء بس هلأ بقى هذه هونصا منه ما فيه قيود ما فيه حظر على التحويلات إلى الخارج ما صدر قانون الكابيتل كنترول ملايه عم بقلك هالشبكة المتشابكة الدولة العميقة اللي حاكمة البلد كيف عم تنفض بأعمالها لأنه شرعي قلوهم حق يطلعوا مصرياتهم كلها كيف قلوه أنا إلي حق طلع مصرياتي هلأ هلأ لو عم بقلك بالقانون ما في شيء بيمنعك بس بحكم بحكم الأمر الواقع بحكم الأمر الواقع أنت ما فيك تطلع مصرياتك لأنه أنت ضعيف وأنا ضعيفة ونحن ما عنا غطى ومعنا ميزال بس هني قادرين هني قادرين بس هني بالقانون ما عملوا شيء يخرج عن القانون وإلا ليه ما شفنا قانون استعادة الأموال اللي بسموها المنهومة ليه ما عم بتشوفوا هيدا القانون عم بيطلع ليش الكابيتل كنترول مش عم تشوفوا عم بيطلع أوكي خلينا نشوف جملة أخرى تم هني عم بيسنوا الأوانين وهني عم بيشرعوا وهني بيطبقوها أو ما بيطبقوها أو ما بيطبقوها هني بيسنوا أو بيشرعوها حسب هني شو بيوافقوهم ركزيلي عهدي جديد يلا سعد الحريري في جبران بسين مرسا سياسة حكيلي تحكيلك في العمال الأولين من عمر العهد صح أم غضب؟ أي يعني فاتوا لعبة مخصصة صح وضفعتم أنا سعد الحريري بالأخذ ليه؟ لأنه ظل يحك له هديك بطل يحك له جبران بطل يحك لسعد الحريري لأنه أنا ما بعتقد أنه من الأول تعرف أنا سامعة من سعد الحريري جملة أدي كان يحترم ويحب ميشيل عون أنا سامعتها بداية صحيح يعني مش حدا عم بيخبرني كان شايف فيه الأب إذا بدك ما بدي أقول اللي فقده أكيد بس أنه شايف فيه إنسان قادر عنده هيبته عنده نضوجه عنده غبرته عنده ويقاره كان شايف فيه إنه هيدا إنسان أي لما بدي عم رئيس جمهورية رح يمشي البلد وقز ما زبطت معه بس ما بعرف ما بعرف وين خيب أمله مين طعن الثاني لك أنا ما بعتقد أنه لما منحكي به سياسة تحكي اللي تحكي لك اليوم سياسة المصالح ما بتبني ونه ما بتبني بلد ما بتبني يعني الشراكة بالمصالح اتنين بيعملوا شركة إذا اختلفوا بيفضوا الشركة وبيفلوا بس اتنين رجال سياسي إذا بدون يعملوا بيزنس وفضت الشراكة بيناتهم راح البلد يعني يعني كمان ما فيك تعمل المؤارنة هيك مننا نقارن تفاحة بتفاحة مش شركة بلد جملة أخرى خيانة عزمة أن يغادر رئيس ميشيل عون القصر الرئاسي من دون التوقيع على المرسوم ستة أربعة ثلاثة ثلاثة ما بقى فينا نحكي اليوم بخيانة عزمة على هذا المرسوم من بعد اللي شفناه من وقت المرسوم والخط تسعة وعشرين ورحنا على تلاتة وعشرين وهلأ ناطرينتا نشوف هوكستين شو بدو يجيب لنا بس لو عم ترجع للأساس عم برجع للأساس أنه تم التنازل إيه ليش نحنا لهلأ ما أنا عارفين أنه فيه تراجع عن المهول خط تسعة وعشرين مش تراجع بل يعني خيانة عزمة بتسمي يا خيانة عزمة سمي يا خيانة عزمة ما بعرف أنا بعد في شي بالبلد اسمه خيانة عزمة مع كل اللي عم بيشتير خيانة بعده المرسوم هيدا خيانة عزمة أنه لما بيموت الشعب من الجوع ومن الفقر وبتنسرق مصرياته وبهدل بالمستشفى هيا مش خيانة ولا هيا خيانة بس مش عزمة صح ايه ايه فيك تقول يتبدك هيك صح طيب خلينا نجوف بعد جملة لبنان معطل والصيانة ممنوعة صح بس هو أكتر من معطل وصيانة هو مفل هو مدمر مدمر البلد خلص البلد منت خلص انتبه ما بديكون أنا عم بحكي يعني هيك مع الطريقة كمان الشعبوية انه تدمر وخلص خلص بس هيك بيقوم هيك خلص البعض بيقول خلص بس تيبدأ من جديد صح بتوافقه هو هيدا هو يعني عم تخلص مرحة أنا عم بكتب بالمنطق وصرت كاتبتها ألف مرة انه اللي عم منشوفه عم بيرخصوا البلد عم بيدمروا البلد ليشتروه برخيص وهيدا المشهد الجديد اللي بنا نرجع نشوفه بكرة بينلم البلد كله شوية بحفنة من الدولارات يعني نهاية لبنان ما وبداية نهاية لبنان اللي منعرفه واللي ينتبه على كل عظمته شابته كتير من الأحطاء اليوم إذا بيروح لا يرجع يجي واحد يردلي شقفة من لبنان العز ولبنان الحلو وما يردلي شيء من لبنان الفساد ولبنان الاستهتار ولبنان الدونية ما عليك خلي روح ونرجع نعمل بلد جديد بس أكيد أكيد ما فينا نرجع نعمل بلد بنفس المعدات والأدوات وطريقة التفكير والمقاربة البلد صار بده وليد البلد خسر دوره خسر نموذجه خسر مؤسساته ضرب من كل شيء فيه كان بشكل مناعة وصمود وعنصر نجاح وقصة نجاح بالبلد اليوم بدك ترجع كلهم تسترجعون بس ليش فيك تسترجعون وبيقول لك ردة البلد هيك كتير هينة لأنه العنصر الأساسي اللي لهلأ ما نضرب مع كل المحاولات لضربه هو العنصر البشري صح المبادرة الفردية بلبنان لا تموت وهذا العقل اللبناني ما بيموت يكفي نمازج النجاح اللي موزع بكل العالم بكل المستويات سقفية فنية تعليمية استشفاء اللي بدك يا طبية كلها ما راح تموت فلاي بده يموت البلد نرجع من أحلى نهية تعرف ليه وليدي أنه لازم تعطي دائما نفحة أمل بس أمل مش زائف أمل قائم على وقائع وعلى ما بيلك وقائع بيحكيك بوقائع وأرقام أنا برفض كلام البنك الدولي أنه لبنان يحتاج إلى عقدين ليقوم لا لبنان بده سنة أو سنتين استرجع سئة الناس بسلطته استرجع سرقة الخارج بالبلد البلد الضغري ما بده أكتر من ست شهر لسنة بيقوم إن شاء الله خير بدأت شكرك على هذا اللقاء الزميل لسبينا وعيس كمان بدأت شكرك أصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من بدنا الحقيقة طبعا اللقاء يتجدد اثنين مقبل تصبحون على ألف غير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر